السلام عليكم صاحب الفضيلة وهذا السائم يقول كيف يسلم الإنسان من تلبيسات الشياطين التي وقع فيها أهل وحدة الوجود ووقع فيها غيرهم يسلم بأمور أولا توفيق الله سبحانه وتعالى وهدايته ثانيا بطلب العلم لا ينجو من هذا إلا بطلب العلم معرفة هذه المذاهب لأجل أن يتجنبها يبتعد عنها لألا تعرض عليه ويغتر بها يطلب العلم الصحيح العلم الشرعي الأمر الثالث سؤال الثبات يسأل الله الثبات بعد ما يعرف الحق ويتمسك به يسأل الله الثبات عليه لأنه قد يضل بعد ذلك يزيغ بعد ذلك ولهذا إبراهيم الخليل عليه السلام قال واجنبني وبني أن نعبد الأصنام ربنا لا تزل قلوبنا بعد إذ هديت محمد صلى الله عليه وسلم يقول يوم قلب القلوب ثبت قلبي على دينك تقول له عائشة أتخاه يا رسول الله قال وما يؤمنني وقلوب العباد بين أصبعين من أصابع الرحمن لو شاء ربك كنت أيضا مثلهم فالقلب بين أصابع الرحمن كما يقول ابن القيم الإنسان ما يغتر بهذه الأمور أولا يسأل الله الهداية ثانيا يتعلم العلم النافع الذي جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم من الكتاب والسنة ثالثا يسأل الله الثبات ولا يغتر بنفسه ويقول لنا ما علي خطر أنا عرفت ولا مؤمن لا يقول هذا نعم اعداد مشروع كبار العلماء بالكويت أعزها الله بالتوحيد والسنة شكرا